إذا الآن خلينا ننطلق إلى إنشاء قاعدة البيانات ثم على ذلك نقوم بإضافة الانتيتي فريموك مبدئيا إذن مثل ما قمنا سابقا بإنشاء بورت الاتصال فإحنا أكيد راح ندخل عن طريق SQL Server مبدئيا تستطيع الدخول عن Windows Authentication الآن ما في أي مشكلة لكن احنا راح أبدأ أدخل عن طريق SQL Server Authentication فأبدأ أدخل Login للباسورد الخاص فيه ضغطها ذلك إلى بورت الاتصال ثم مع ذلك أعمل Connect على السيربر الآن نذهب على قواعد البيانات وأعملي New وأضيف Database جديدة الآن نعطي اسم لي Database يتكون مثلا DBTMS Database الخاصة في البرنامج الخاص فينا ولو تشوف ال Database Files اللي DBMS الخاص فينا طبعا Initial Size ما لاته اللي هو ثمانية ميجابايت أيضا لو تشوف مسار الحفوظ الخاص فيها هو هذا إضافة لذلك فيه Options فيه نقطة جدا مهمة أيضا لازم تركز عليها أول شي طبعا اللي هو الليفل الخاص في هذه قاعدة البيانات لو تضغط على القامة المستدلة هتشوف عندك مجموعة من الليفل مبتدية بالألفين وثمانية إلى الفين وتسعة عشر كل اللي هرقم معين مثلا عندنا مية مية وعشرة مية وعشرين مية وثلاثين مية واربعين واربعين مية وخمسين كل واحدة إلها إيش إلها نسخة SQL Server التي تشتغل عليها طبعا هنا إذا لديت أنه أنت تشغل قاعدة البيانات مالتك على سيرفر يكون الليفل مالت أقل فيمكن تختار أنت الآن ليفل أقل ما في أي مشكلة لكن تذكر إذا اختارت 2019 ما تستطيع أن تشغل قاعدة البيانات هذه مالتك إلا على سيرفر 2019 بمعنى ذلك أنه السيرفر أو الليفل الخاص في قاعدة البيانات اللي يتتبنيه في الأساس لمن يكون أعلى ما تستطيع أنه تشغل على سيرفر أقل والعكس صحيح طبعا يعني بمعنى يمكن أنه أنت تختار 100 وتشغل على 2019 هذه ما في أي مشاكل تذكر أيضا أنه نسخ من 2008 إلى 2014 هي داعمة للنظام التشغيل 86 or 32 bit وعلى هذا الأساس ما بعده يكون غير داعم يعني إذا أريدت أنه السيرفر المالتك يكون داعم لل32 فيمكن أنه تختار من 2014 إلى 2008 وإذا لا فأنت راح تبدي تختار أحد النسخ أنا طبعا راح أختار 150 له آخر شي على السيرفر اللي إحنا حاليا دا نشتغل عليه ثم مع ذلك أعمل أوكي وقوم بإنشاء قاعدة البيانات الآن راح تضاف طبعا ضمن المسار وتبدي يعمل الهاتات بشكل مباشر لو تبدي تعمل اكسباند هنا راح تشوف هذه قاعدة البيانات مالتنا أبدي بفتحها وأذهب على التايبلز وقوم بإنشاء تايبل جديد هذا التايبل الأول هو تايبل الخاص في المستخدمين مبدعيا فمبدعيا أحتاج إلى الـ ID راح أسميه ID ثم مع ذلك أحتاج إلى full name الاسم الكامل الخاص في المستخدم أحتاج إلى الـ user name أيضا كيوزر إليه للدخول أحتاج إلى الـ password مبدعيا وأيضا راح أحتاج إلى شيء يسمونه states هذا طبعا الـ state يمكن تستفاد من عنده في عملية هل إنه المستخدم مسجل للدخول هل هو موجود حاليا ضمن البرنامج أو ما موجود يمكن تستخدم من عنده في عمليات تسجيل الدخول وعمليات تسجيل الخروج وعلى سبيل المثال يأخذ قيمة يعني تكون عندك on or off أو true or false يعني أي قيمة معينة دعا للتعين طبعا لكن احنا خلنا أخذها أنه تكون عندنا on and off أو true or false فالآن أبدي أختار نوع البيانات فمبدعيا هذا يكون عندي انتجر هذا يكون عندنا en var car 50 طبعا هذا نفس الشيء en var car 50 الباسورد أيضا نفس الشيء والـ states اللي تكون عندك en var car ما في عندنا أي مشاكل في اختيار نوع البيانات باحتبارا أنه هو مبدئيا يعمل لها build على الـ entities framework على أساس يكون عندك string أوكي طبعا هذا رح يكون عندنا primary key فأقل لك الكاميرا وعمل عليه set primary key فراح يكون عندك no no ثم مع ذلك أذهب على الخصائص الخاصة فيه وأذهب على identity هنا specification وأعملها true وعلى هذا الأساس أنه مقدار increment seed مالتنا هو واحد أوكي الآن هذه الحقول اللي أحتاجها مبدئيا يمكن تستفاد من حقول أخرى اللي هو اسم الماشين الخاصة فيه لدخل اسم الـ أو ليعمل login على يمكن تحفظ اسم الماشين وتستفاد من عندها في نقاط أخرى الـ rule طبعا جدا مهمة الآن رح نبدأ نضيفها الـ rule لازم أنه تنظاف مبدئيا احنا قلنا الـ rule ما يكون عندك مدير أو يعني user فراح أبدي أضيف الـ rule رح أبدي أضيفها مكان الـ state فراح أقل هنا أعدي رول والـ state أضيفها في حق الآخر إذي هو أيضا يكون عندك envercar أوكي فالآن أضغط ctrl s ثم عذلك أعطي اسم لهذا الـ table يكون عبارة عن tb أوكي ثم بعد ذلك users أوكي يعني tb حتى نبدأ الميز يعني هو رح يبدي يولده بشكل تلقائي فالميز ما بين الكلاسات الخاصة في الـ database فمجرد أنه تكتب tb رح يبدي يجلي بلك أو يبدي يقترح لك كل الكلاسات المعنية أوكي ثم ع ذلك اوكي الآن أرجع على الـ visual studio ثم ع ذلك على متصفح المشروع وعمل click payment عليه وعمل add new item أوكي ثم ع ذلك أنطلق على الـ data وأبدي أختار الـ ado.net وأبدي أعطيه اسم ليكون عبارة عن TMS model تمام ثم ع ذلك أعد وأبتبدي من قاعدة البيانات ما بدينا باحتبارا قاعدة البيانات ما لاتنا موجودة رح أبدي أتصل في السيرفر multi أي عاملي new connection وعلى Microsoft SQL Server طبعا اسم السيرفر مبدئيا تحتاجه حتى ما تبتدخطه في اسم السيرفر ممكن تشاهده عندك هنا مثل ما تلاحظه يمكن تعمل disconnect هنا وتعمل connect مرة أخرى هذا اسم السيرفر طبعا اسم السيرفر رح أخذه مع الـ port أوكي مع الـ port بشكل كامل هذا اسم السيرفر في اسم الـ host ثم ع ذلك الـ domain ثم ع ذلك فارزة ثم ع ذلك الـ port هذا المعلومات رح يضيفها لك هو بشكل تلقائي داخل الـ app config لك الحرية في عملية تغييرها لكن انا رح أبدي أحفظها بشكل تلقائي مبديا طبعا ما رح أبدي أدخل عن طريق windows authentication رح أدخل عن طريق SQL Server الـ username 1.tsa والـ password طبعا تقدر تدخل أي الـ password اللي أنت قمت بتعينه سابقا فإحنا عملته آني حسب ما تذكر بهذا الشكل تمام وأيضا تقوم بكتابة اسم الـ database فاسمها dbtms مثل ما تلاحظ الآن هو تعرف على السيرفر ما دام أنه أعطاك اقتراحات يمكن تعمل test connection وتقلل test connection يعني يمكن تعمل save على الـ password مالتك مبديا وثم ع ذلك أضغط أوكي طبعا هذا الاسم الخاص في الـ entities فما عندي أي مشكلة أوكي خلي خلي يعني أنه ينحفظ عندي بهذا الشكل تمام ومثل ما تلاحظ عندك هنا خيار الأول طبعا ايش يتيح لك ايش الفرق من هذا باعتبارة احنا ندخلها عن طريق SQL Server فراح تصير عندك بعض البيانات الحساسة الخاصة في الاتصال اللي هو كلمة السيرف في الدرجة الأساس لاحظة يقول لك هنا نو يعني exclude sensitive data from connection string I will set in my application code طبعا هذا الانهي أصلا انه البيانات الحساسة لازم انه تنحفظ داخل الكود الخاص فيك ثم مع ذلك انت لما تطلق البرنامج تقوم بتشفير الكود مبدئيا تقوم بتشفير الـ string الخاصة فيك مبدئيا فالآن اما انت قل له نو انه انا هذي تعتبر عندي sensitive data وبالتالي انه ال connection string انا اعمل له set from my application code or not انه انه اعملي include عليه ولكن شفره الي يعني هو راح يكون مشفر في الاساس وطبعا انت تستطيع ان تقوم بتشفير اصلا تشفير الـ app config اوكي الـ app config انت تستطيع ان تقوم بتشفيره مبدئيا وطعا انا في البداية راح اقل لهنا yes فراح يبدي يضمل كيا ويشوف راح يكون عندك بهذا الشكل ما يستطيع الشخص انه يشاهد الـ password وما يستطيع انه يدخل عليه في الاساس وايضا انت كسكشن خاص في ال connection string تستطيع ان تقوم بتشفيره بالكامل ببساطة يعني تستخدم بعض الادوات الخاصة في الـ dot ان تقوم بتشفيره فهذه ليست مشكلة اذا ما ردت انه انت تعمل له يعني include فا اوكي تعمل له set باستخدام الـ application code الخاص فيك وبالتالي راح تبدأ تضطر انه يمكن انه يعمل لك decompile للكود الخاص فيك وبالتالي يستطيع انه يشاهد الـ string اللي انت حافظه داخل الـ application code فراح تضطر لخطوة اخرى انه انت اصلا تشفر ملف التنفيذ الخاص فيك من عملية decompile وما يسمونها فك التشفير الخاص في الملفات التنفيذية مبدئيا اذا اوكي يقل هنا لـ next راح استخدم الـ entity framework نسخة ساتة ثم مع ذلك الـ next طبعا راح يبدي يعمل لك اوكي يعمل لك get على tables حاليا انا عدي هذه الـ table الـ model namespace ما لتك اللي هو dbtms model ثم مع ذلك finish طبعا هنا راح يبدي ياخذ بعض الوقت حتى يضيف لك الـ entity framework ضمن الـ solution الخاص فيك ضمن الـ project بشكل عام اوكي اذا الان مثل ما شاهد فتحنا الـ diagram الخاص فينا في tms model اللي هو ملا في الـ edmx الخاص في الـ entity framework وهذا الـ table الخاص فينا مثل ما شاهد الان هذا عدنا الـ id full name username password rule state